اهلا بكم الى خلف الجدار ميزانيات الجيش الاسرائيلي تشعل حربا من المسؤولين الاسرائيليين في وقت يصر نتانياهو على المضي قدما بموجات الاتفاق النووي الايراني في الكونغرس الامريكي اما سوسيا فمعارضة للهدم رغم الاعتراض الاوروبي والامريكي وانلاين حملة احكيها صح احكيها بالفلسطيني تتصدر مواقع التواصل هذه اذا مواضيع حلقة الليلة من خلف الجدار والان نبدأ مع بعض الاخبار علنا مصدر عسكري اسرائيلي ان اسرائيل اوقفت منذ شهر ونصف تقديم العلاجات الطبية في مستشفياتها لعناصر جبهة مصرى من جهة اخرى اعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية فتح تحقيق جنائي في شبهات تتصل بمساكن رئيس الحكومة بن يمين نتانياهو وعلى سعيد اخر صدقت الكنيسة على تشديد عقوبة الرشق بالحجارة باتجاه المركبات بحيث يمكن ان تتراوح العقوبة ما بين عشرة اعوام الى عشرين عاما من السجن الفعلي في خبر ملفت رفض رئيس الكنيسة يولي ادلشتاين السماحة لوفد من البرلمان الاوروبي بالدخول الى الكنيسة والاجتماع بنواب عرب من القائمة المشتركة الوفد الذي ضم سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل وعضاء برلمان اعاد واجتمع بالنواب خارج مبنى الكنيسة وفي الخبر الاخير وفي ذكرى مرور عشر سنوات على تنفيذ خطة فك الارتباط من قطاع غزة اظهر استطلاعون للرأي ان 51% من الاسرائيليين يؤيدون اعادة الاستيطان في القطاع اذا هذه هي الاخبار التي اخترناها لكم في بداية حلقة خلف الجدار الان نبدأ مع اللقش اشتركوا في القناة عشية اقرار الموازنة العامة الاسرائيلية تجددت الحرب بين وزارتي الامن والمالية المعركة اذا تدور بين فريقين ومشروعين الاول اسمه جدعون والثاني لوكار وبين هذا وذاك يبدو الجيش الاسرائيلي ينتظر اقرار ميزانية يقال انها يجب ان ترقى الى مستوى التحديات التي تواجهها اسرائيل نستقبل للحدث عن هذا الموضوع السيد أنتوان شلحت وهو مختص في الشأن الاسرائيلي وينضم إلينا من حيفا السيد أنتوان وقبل أن نبدأ معك الحديث اسمح لي أن نذهب إلى هذا التقرير الذي اختارنا من التلفزيون على اسرائيل دוח לוקר שצפוי להתפרסם השבוע מדיר שינה מעיניהם של הקצינים הבחירים בצבא הדוח הזה הוא כדור בין העיניים של אנשי צהל אומר מפקד בכיר כשהוא מתייחס בעיקר לשני הסעיפים המרכזיים בדוח הורדת שליש מסדר הכוחות של הצבא וקיצור משך שירות החובה לשנתיים בלבד מי שכתב את הדוח לא קורא את המציאות אומרים במתכל התשובה של צהל לוקר היא גדעון תוכנית רב שנתית שיקריה מודל פנסיה חדש שיפריד בין הפנסיות של הקצינים לאלה של הנגדים קיצוץ ביחידות שאינן לוחמות תקציב צמוד למדד לחמש שנים שיעמוד על כ-31 מיליארד שקלים לשנה ועצערת צהל אייזנקוט רוצה מגדים בגיל ממוצע של 32 ומחת עם בני 40 עד 42 צעירים בשלוש שנים מהממוצע כיום בצהל חוששים מהביקורת הציבורית על הפנסיות התקציביות של אנשי הקבע עם דוח לא קרית קבל המדינה תפר חוזה עם 3,000 קצינים הם טוענים בזעם מבדיקה שהם עשו עולה שבזרועות האחרות של מערכת הביטחון ממוצע גיל היציאה לגמלאות עומד על 54 לא ייתכן שטבך במשטרה יזכה לפנסיה בגיל 52 אומר קצין בכיר ולעומתו לוחם סייבר בצהל לא יזכה לתנאים האלה הרמטכן נפגש לאחרונה עם שר האוצר כחלון ודן איתו בהשלכות דוח לא קר אבל גם המטכן יודעים שיש צורך להתייעל ויש בצהל לא מעט מקומות שאפשר לחסוך בהם מבלי לפגוע בקשירות המבצעית ובמשימות הרבות שעומדות בפני הצבא سيد أنتوان شلحات أريد بالبداية أن توضح لنا وللمشاهدين من يدعم خطة قدعون أو هذا القرار أو الخطة التي يدعمها وزير الأمن ما هي أهميتها من يقف وراءه ووراء عايزنكوت وأيضا ما المشكلة مع الخطة الأخرى التي ترأسها لوكير يعني ما التباين بين الخطتين وإلى كفة من سترجح الأمور في النهاية يعني في البداية علي أن أشير إلى أن خطة جدعون هي كما جاء في التقرير الذي بثثتمه قبل لحظات هي خطة متعددة السنوات أعدها رئيس هيئة الأركان العامة الجديد الجنرال قادي أيزنكوت ومعروف أنه في إسرائيل عندما يدخل منصب رئاسة هيئة الأركان جنرال جديد يبادر أول ما يبادر إلى إعداد خطة متعددة السنوات هذه الخطة تقوم على أساس اعتبارين الاعتبار الأول هو أن هناك تغييرا في الحروب التي تخوضها إسرائيل وهناك عدد من المنظرين العسكريين الذين يعتبرون أن إسرائيل تخوض في السنوات الأخيرة حروبا يمكن أن يطلق عليها اسم حروب جديدة وليس الحروب التقليدية التي خضتها حتى قبل ذلك السنوات الاعتبار الثاني هو أن هناك اتساعا لما يسمى الجبهات التي تعتبر إسرائيل أنها يمكن أن تشهد مواجهات ساخنة في الفترة القريبة المقبلة وهذا الأمر طبعا مرتبط بآخر التطورات التي يشهدها الإقليم تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع ما يسمى بثورات الربيع العربي وبرسم هذه التطورات هناك تقديرات استخباراتية إسرائيلية تتحدث عن قائمة المخاطر أو التهديدات التي تنتظر إسرائيل في الأفق المنظور وفي مقدمها طبعا ما يسمى بالخطر النووي الإيراني وهذا الأمر صار إلى تفاقم الآن بعد توقيع اتفاق فيينا بحيث أن خطة جدعا ربما لم تتطرق إلى هذا الأمر هناك أيضا مسألة أخرى تشير إليها خطة جدعا وهي أن الحروب الإسرائيلية الأخيرة التي خاضها الجيش الإسرائيلي ولسيما ضد حزب الله وحماس أوجدت ثغرات كبيرة في الجبهة الإسرائيلية الداخلية وهناك جبهة أخرى ليست أخيرة هي جبهة المناطق الفلسطينية المحتلة يعني إذا أردت أن أوجز أو أجمل خطة جدعون هي خطة الجيش في المقابل هناك ما يسمى بتقرير لجنة لوكير ولجنة لوكير هي في الأساس لجنة حكومية شكلت من قبل ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية وقف على رأسها لواء احتياط هو يوحنان لوكير الذي كان سكرتيرا عسكريا سابقا لرئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وانيطت بها مهمات أن تقدم تقريرا حول الأبعاد المتعددة لميزانية وزارة الدفاع وهي قدمت استنتاجاتها في بحر الأسبوع الفائت غدا تقديم الجيش لخطة جدعون وبدأ أن هناك معركة بين خطة جدعون وبين تقرير لجنة لوكير وهي المعركة التي أوجزت في التقرير الذي بث قبل قليل نعم أستاذ أنتوان خطة أو توصيات لجنة لوكير حددت ثلاثة محاور بداية الميزانية الأمنية حددتها بـ 59 مليار شكل سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة ادخل تغييرات في هيكلية الجيش واقتراح تعديلات على رواتب عناصر الخدمة الدائمة ومخصصة تقاعد الخاصة بهم أين نقطة الخلل التي ينتقدها المعارضون لهذه الخطة وما مشكلة رواتب التقاعد في الجيش الإسرائيلي يعني الذين ينتقدون تقرير لجنة لوكير وهم في الأساس قيادة الجيش وعلى رأسه أيزين كوت وأيضا قيادة وزارة الدفاع الإسرائيلية وعلى رأسها وزير الدفاع موشي يعلون بشحمه ولحمه هي أن التوصيات بشأن التقاعد أو مخصصات التقاعد التي تدفع للضباط والجنود في الخدمة النظامية الدائمة لجنة لوكير تقترح أن يتم استبدال هذه المخصصات بدفع هبة لمرة واحدة وبعدم حصول عدد كبير من هؤلاء الدباط على معاشات تقاعد طوال الحياة الجيش يعارض هذا الأمر قيادة الجيش تعارض هذا الأمر بحجة أن تغيير كل شروط التقاعد في صفوف الخدمة النظامية من شأنه أن يؤدي إلى تهريب ضباط كثيرين من صفوف هذه الخدمة وعندها لن ينطحق بصفوف هذه الخدمة ضباط أكفاء يمكن أن يقوموا بالمهمات المستقبلية التي من المتوقع أن تلقى على عاتق الجيش كذلك هناك طبعا انتقاد من قبل قيادة الجيش لتوصيات لجنة لوكير تتعلق بكما ذكرت ميزانية وزارة الدفاع يعني لجنة لوكير تقترح أن تكون هناك ميزانية ثابتة لوزارة الدفاع بحجم 59 مليار شكل سنويا للسنوات الخمس المقبلة ومثل هذا الأمر فيما لو تم تطبيقه سيؤدي إلى خلط كل الأوراق فيما يتعلق بهذه الميزانية لأن ميزانية وزارة الدفاع في إسرائيل معروف بأنها ميزانية متتحرجة لأنه بعد إقرار كل ميزانية عادة ما تضاف عليها مبالغ أخرى وتتضخم هذه الميزانية إلى ما لا نهاية بحيث أنها تكون بفارق هوى كبيرة عما أقرته الحكومة وعما فعلا تم رصده لهذه الميزانية في هذين المحورين هناك على ما يبدو حرب تدور رحاها بين هذه اللجنة التي تدعمها وزارة المال الإسرائيلية وربما تدعمها أوصات سياسية أخرى وبين قيادة الجيش المدعومة من قبل وزارة الدفاع وكل أقطاب المؤسسة الأمنية في إسرائيل أين يقف نتنياهو من كل ما يحدث رئيس الحكومة أستاذ أنتون خصوصا أن الوزير الأمن هو مقرب له وآيزينكوت أيضا مقرب منه وحتى رئيس اللجنة التي يعينها أين تقف الحكومة من كل ما يحدث؟ يعني حتى الآن طبعا لا يوجد موقف رسمي للحكومة تجمع عليها الحكومة كما ذكرت وكما قيل في أجوبتي عن السئلتك السابقة كل وزير الآن يتبنى موقفا مثلا وزير المال يتبنى موقفا مؤيدا لتقرير لجنة لوكير وزير الدفاع يتبنى خطة كدعون ويقول أن تقرير لجنة لوكير يمكن أن يؤدي إلى القضاء على الجيش الإسرائيلي وإلى أن يضع رقي الكبرى أمام إمكانية القيام بكل التحديات الماثلة أمامه على المستوى العسكري والأمني بالنسبة لموقف رئيس الحكومة وعلى ما يبدو أن موقفه هو الذي سيحسم في هذه المسألة حتى الآن ليست هناك إشارات قوية إلى ما يمكن أن يكون عليه هذا الموقف أنا أعتقد أن نتنياهو سيميل إلى أخذ موقف توفيقي ما بين لجنة لوكير وما بين خطة كدعون لأن نتنياهو كما تعلمين تقوم سياسته الخارجية وسياسته الداخلية على أن الأمن يقف في صدارة اهتمامات هذه الحكومة وهذا الأمر برز أكثر ما برز مثلا في سنة 2011 عندما اندلعت حملة الاحتجاجات الاجتماعية الإسرائيلية وبادر فور ذلك إلى تشكيل لجنة قدمت توصيات عرفت باسم لجنة ترختنبرغ ولكن كل هذه التوصيات ضاعت أدراج الريح بمجرد شن الحرب العدوانية الأخيرة على غزة وعاد موضوع الأمن يتصدر أجندة الحكومة الإسرائيلية لذلك أنا أميل إلى الاعتقاد بأن نتنياهو سيأخذ ربما بعضا من توصيات لجنة لوكير التوصيات غير الجوهرية وسيميل أكثر إلى المصادقة على الخطة المتعددة السنوات التي أعدها الجيش والتي أطلق عليها اسم خطة جدعون قبل أن نختم هذا المحور فقط لو توضح لي بشكل أوضح للمشاهدين لو سمحت مسألة الخطة الجديدة لأيزنكوت عندما يتحدث الرجل عن نقل الألوية إلى مكان آخر تدعيم مثلا السايبر كما فهمنا أو قطاعات في الجيش لم تكن مدعمة بشكل كبير بوقت سابق حتى عمر العسكر أو الجنود أو الضباط أن يكون صغيرا لو تعطينا بعض الإشارات نعم القادة إلى ماذا يشير هذا الأمر؟ يعني هذا يشير كما ذكرت سالفا إلى تغير طبيعة الحروب التي تخوضها إسرائيل يعني في صلب خطة جدعون مثلا هناك إقامة وحدة خاصة للسايبر وهذه الوحدة ستكون مهمتها الأساسية مهمة استخباراتية بمعنى أن هناك طبعا ستكون حاجة لتقليص عدد من الوحدات الاستخباراتية الأخرى التي تعمل والتي ربما تشكل أكثر الوحدات من ناحية الحجم في الجيش مثل الوحدة 8200 ستكون وحدة السايبر ربما هي الوحدة الأكبر الآن في قيادة الجيش ارتباضا بتغير أنماط الحروب التي تخوضها إسرائيل في الأونة الأخيرة والتي تعتمد أكثر على الجانب الاستخباراتي أكثر من اعتمادها على الجانب التقليدي للحروب السابقة الأمر الثاني هناك في هذه الخطة أو الذي تنص عليه هذه الخطة هو إقامة وحدة كوماندوس جديدة ستجمع كل وحدات الكوماندوس التي كانت عاملة حتى الآن في إطار الجيش الإسرائيلي مثل الوحدات الخاصة دوفدوفان ومجلان وما إلى ذلك كلها ستتوحد في إطار وحدة خاصة هناك أيضا في الخطة بنوط تنص على تقليص مثلا عمل سلاح البر وهذا أيضا مرتبط كما قلت بتغير أنماط الحروب وباتساع الجبهات التي تعتقد إسرائيل أنها ستخود مواجهات ساخنة عليها في المستقبل المنظور يضاف إلى ذلك أيضا أمور تتعلق ربما بطبيعة القوة البشرية التي تشكل الجيش الإسرائيلي وفي هذا الإطار تندرج البنوط التي تنص على تخفيض عمر القادة العسكريين ودمج عدد من الوحدات دمن بعضها البعض وتقليص مثلا تشكيلات الاحتياط بنحو 100 ألف جندي يعني إن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن إسرائيل موجودة في ربما عملية دائمة لمواجهة ما تسميه التحديات المقبلة والملفت للنظر أن إسرائيل تعتبر أن كل التحديات المقبلة في الأفق المنظور وربما في الأفق الأبعد مدى هي تحديات أمنية بامتياز نعم سننتقل إلى التحدي الآخر وهو عن الاتفاق النووي الإيراني فرغم زيارة الطمألة التي قام بها أشتن كارتر وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل إلا أن نتنياهو مصمم على مواجهة التحديات النووي في عقر دار الرئيس الأمريكي ومع خلفائه في الكונגרס الأمريكي تقرير مذكير الأمريكي نظر الأمريكي بישראל خلطوا שלא להיענות בשלב הזה להצעות הפיצוי האמריקניות למעשה קרטר והממשל שמעו על כך עוד לפני הביקור מעד לפות לתקשורת הישראלית בסוף השבוע כלפי חוץ, שני הצדדים משדרים בעניין הזה עסקים כרגיל אז מה בכל זאת עומד על הפרק? כשההצות הברית אומרת שהיא מוכנה לעסקה חסרת תקדים בהיקפה ככל הנראה חיל האוויר יקבל טייסת שלישית של מטוסי חמקן F-35 ובנוסף לכך גם טייסת של מסוקי V-22 מעבר לזה סביר להניח שהממשל יגדיל את תקצוב מערכות ההגנה מפני טילים חץ שלוש שרוויץ קסמים וכנראה עוד כמה סוללות של כיפת ברזל אבל כל זה כאמור יידון רק בסוף השנה אחרי הצבעה להסכם בקונגרס בינתיים מועץ הביטחון של האום ישרה הבוקר כצפוי את ההסכמים איראן אומרים גם לא יכול להיות שכל העולם טועה ומזה מקישים שהעסקה טובה לא נכון, ראשית לא כל העולם טועה ורבים במזרח התיכון רואים עין בעין עם ישראל את ההסכם הזה כמסוכן מסוכן להם, מסוכן לאזור, מסוכן לעולם حصلت أستاذ أنتوان شرحة إسرائيل على ما تريده من زيارة وزير الدفاع الأمريكي ما تطالب به كتعويض للاتفاق النووي الإيراني أم لا? يعني طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية المطلعة على الأمور تقول إن إسرائيل رفضت ما عرضته الولايات المتحدة من تعويضات خاصة في مجال المساعدات العسكرية والأمنية عن هذه الصفقة وعلى ما يبدو أن هذا الرفض الإسرائيلي أو سبب هذا الرفض الإسرائيلي يعود إلى إصرار نتنياهو على أن ينقل المعركة ضد هذا الاتفاق إلى الملعب الأمريكي أي إلى الكونغرس الأمريكي طبعا هناك أصوات كثيرة تقول إن معركة نتنياهو خاسرة لأنه لا يمكن أن يجند الأكثرية المطلوبة في الكونغرس في حال لجوء الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى استعمال حق النقد الفيتو لكن على ما يبدو أنه ماضي نحو تصعيد هذه المعركة يريد أن يجرب حظه وهو فعلا بدأ بتجريب حظه من خلال الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة يعني الآن الأنظار تتجه إلى ما سيقرره الكونغرس يقال أنه سيذهب إلى الولايات المتحدة في إسرائيل أن الكونغرس سيصادق نعم أنا أعتقد أنه سيذهب هو ينوي أن يذهب إلى الكونغرس ولكن يبقى سؤال المليون دولار كما يقولون فيما إذا كان سينجح في إقناع الكونغرس أو في تجنيد الأغلبية المطلوبة لكبح هذا الاتفاق في حال لجوء أوباما إلى استعمال حق النقد البيت ولأنه في حال لجوء إلى استعمال هذا الحق الأمر يتطلب أغلبية ثلثين من الكونغرس لفضل هذا الاتفاق ولا أظن أنه في مقدور نتنيها أو حتى في مقدور اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة أن يحصل على هذه الكونغرس هناك تشكيك من قبل وسائل إعلام محللين بقدرته على تجيير الأمور لصالحه بالتأكيد هناك تشكيك كبير بقدرته على أن يفوز على أوباما وهناك أصوات الآن بدأت تتعالى في إسرائيل تقول لنتنياهو بأنه يجب كما يقال بلغتنا العامية أن ينزل عن بغلته هذه وأن يحاول أن يتوصل إلى تفاهمات جانبية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الاتفاق وأن يقبل التعويض المقبول عليه بمعنى أن يسلم بأن هذا الاتفاق أصبح حقيقة ناجزة وبأن إيران هي دولة عتبة نووية وبأنه لا صديق أفضل لإسرائيل من الولايات المتحدة لكن ما هو صحيح حتى الآن هو أن نتنياهو مصر على أن يصعد معركته ضد أوباما حتى لو كانت نتيجة هذه المعركة هي الخسارة المحققة ولذلك مثل ما قلت تتجه الأنظار الآن إلى الولايات المتحدة حيث ستنتقل هذه المعركة من ساحة الشرق الأوسط إلى الساحة الأمريكية الداخلية سيد أنتون في الدقيقة الأخيرة من لقاءنا معك إذا ما خسر في الكونغرس نتنياهو كيف سيؤثر ذلك على حضوره على صورته كرئيس حكومة في إسرائيل كيف سيكون له تداعيات برأيك على الحكومة بشكل عام؟ أعتقد أنه سيتعرض للانتقاد الشديد لا أعتقد أن الأمر سيؤدي إلى زلزلة الوضع القائم حاليا يعني ما أود ربما أن أختم به أن الموقف من الاتفاق النووي مع إيران في إسرائيل يحظى بإجماع كل الأحزاب الصهيونية هناك انتقادات خجولة للنتنياهو من قبل هذه الأحزاب بأنه فشل في منع هذا الاتفاق ولكن في المقابل هناك إجماع إسرائيلي على أن هذا الاتفاق هو اتفاق خطير وأنه يفتح فصلا جديدا في الشرق الأوسط وأن الموقف الذي اتخذه نتنياهو من هذا الاتفاق سديد حتى وإن فشل في منع الاتفاق ولذلك لا أتوقع حتى في حال فشله لا أتوقع أن يؤدي ذلك إلى ضعضعة وضعه شكرا لك أستاذ أنتون شرحة المتخصص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا من حيفا شكرا عندي مومي كلنا في خلف الجدار وشهديننا نتوقف الآن مع فاصل قصير نعود بعده لنتابع اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد إلى خلف الجدار سوسيا مهددة بالهدم هذه البلدة تصر إسرائيل على ترحيل سكانها وهدم بيوتهم وتشريدهم في مقابل تحذيرات من الاتحاد الأوروبي من عملية الترانسفير جديدة تطال الفلسطينيين نتحدث عن سوسيا والنيا الإسرائيلية من خلال السياسات المتبعة حيث ينضم إلينا سيد عثمان أبو صبحة وهو خبير في شؤون الاستيطان وناشط في المبادرة الوطنية الفلسطينية يحدثنا من الخليل أهلا بك أستاذ عثمان وقبل أن نتحدث معك سنذهب إلى تقرير لزملتنا نسرينسل تلك هي قرية سوسيا المحكومة بالإعدام وتهجير أهلها مع وقف التنفيذ سكانها هجروا عن أرضهم مرة وهدمت خيامهم مرات الحجة أن قريتهم تنتصب على أسر الحقائق على الأرض تفند هذا الإدعاء فبعد طردهم عن أجزاء من قريتهم أقيمت مستوطنة في مكانها عام 1983 فصول مأساتهم لم تقف عند هذا الحد آخر صورها قرار احتلالي باقتلاعهم عن المكان رايحين نصمد لو تهجزتوني لو بنقعد تهجزتوني من هذا الزتون مش رايحين نسيب أرضنا من نهاية من مرة إننا أكثر من ثلاثين عام صامدين فيها مش في ليل ويوم يجي المستوطن يهدم ونحمل حالنا ونشرد لأنه عامل الخوف قد ولأ مظل عامل الخوف عندنا يا بنموت يا بنعيش حجة إسرائيل الجديدة أن المكان غير ملائم لعيش النساء والأطفال فيها بشكل إنساني وهو ما يطلب أصحاب الأرض مؤكدين أن إسرائيل هي سبب مأساتهم بعدما منعتهم من البناء وإدخال مستلزمات الحياة العصرية إلى القرية قبل تخلق إسرائيل نحن موجودين على هذه الأرض فهم يجبون أن يخلوها لصالح المستوطنين فنرفض هذا جملة وتفصيلا نحن موجودين على أرضنا يا بنموت يا بنحي عليها إلى الأبد رغم الإدانات والضغوطات الأمريكية والأوروبية إلا أن حكومة الاحتلال ماضية في مخطتها لتوفير مساحات إضافية توسعية للمستوطنة التي أقيمت في المكان وسرقت الأرض والإسم هذه تشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جينيف المختلفة التي تحمي حقوق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال لكن ما نحن بصدده اليوم هو ترحيل جماعي لقرية بالكامل وهو يشكل نوع من جرائم الحرب وثق ميثاق روما لمحكمة جرائم الحرب الدولية وبالأرقام تبلغ مساحة القرية قبل المصادرة ستة آلاف دنوم ويقتنها حوالي خمسمائة نسمة استولت المستوطنة على ما يقارب ثلاثة آلاف دنوم منها والمخطط الإسرائيلي يهدف إلى الاستلاء على ما تبقى منها إذن تحدثت زمنتنا نسرين سلمي عن الهدف من الاستلاء لماذا الإصرار على سوسيا تحديدا سيد عثمان من قبل إسرائيل ولماذا هذا التعنت الإسرائيلي رغم كل المناشدات التي أطلقت لي منع تهجير سكانها نعم أخت الكريمة مساء الخير لك ومساء الخير للأخوة المشاهدين ما يجري في منطقة سوسيا جنوب الخليل جنوب مدينة يطة هو نموذج مصغر لما يجري على الساحة الفلسطينية جميعها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إن إسرائيل منذ أن احتلت الضفة الغربي منذ عام 67 وهي تستخدم وسائل كثيرة وطرق متعددة من أجل إخلاء السكان الفلسطينيين وتزويد هذه الأراضي لتكون خزان احتياطي للاستيطان وهي تستخدم هنا أكثر من سبب من أجل هدم القرى والمنازل الفلسطينية السبب الأول تستخدم الذرائع الأمنية وتستخدم أيضا السبب الثاني عدم التراخيص والقضايا الإدارية وأيضا تستخدم هناك مناطق طبيعية وهناك مناطق عسكرية وهناك مناطق محاذرية هذه جميعا تستند إسرائيل بها إلى قانون الطوارئ البريطاني الذي انتهى بانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ولكن إسرائيل دولة فوق القانون هذا تماما ما يجري على ساحة الفلسطينية ولكن نموذج سوسيا هو نموذج فلسطيني رائع وأنا شخصيا اليوم كنت في مسيرة ضخمة في سورة في سوسيا جابت جميع المنازل والبيوت في سوسيا لتؤكد بأن سوسيا فلسطينية وعربية وستبقى ولن نردخ ولن ندعن إلى الإجراءات الإسرائيلية التعصفية بحق السكان في سوسيا والهدف الوحيد من ما تقوم به إسرائيل هو إخلاء المنطقة لصالح المستوطنين وهذا لن نسمح به كفلسطيني نهائيا وستبقى سوسيا إن شاء الله فلسطينية حدثنا عن مسار القانوني الذي سلكتموه سيد عثمان الذي سلكوه سكان سوسيا وما فعاليته رغم أن المحكمة أصدرت في وقت سابق بهدم بنايتين مقامتين على أرض بملكية فلسطينية خاصة إلا أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط بكل القرارات القضائية هل من قيمة للقضاء الإسرائيلي في تحصيل حقوق سكان أو أهل سوسيا أختي الكريمة أنا كما أشرت بالحديث إسرائيل تستخدم أكثر من وسيلة من أجل الضغط على المواطن الفلسطينيين من هذه الوسائل الأسف الشديد تستخدم الناحية القانونية وهذا الاستخدام يأتي فقط من أجل الرماد بالعيون من أجل أن تسوق نفسه أمام العالم بأنها دولة قانون وديمقراطية ونحن كفلسطينيين لا نعترف بهذه المحاكم ولا به القانون ولكن نحن نقول المثل الشعبي الفلسطيني آخر العلاج الكي نحن نذهب إلى هذه المحاكم ونحن على يقين ومعرفة تامة بأنها لن تكون إلى صالح الشعب الفلسطيني نهائيا ولكن وسيلة يجب أن نتبعها من أجل أن نحصل على حقوقنا الشيء الأساسي الذي يمكن المواطن الفلسطيني هو فقط البقاء على هذه الأرض والعيش فيها ونعم بالفعل أهل سوسيا سطروا نموذج رائع في الصمود ولولا هذا الصمود الرائع لما أصبحت قضية سوسيا الآن ليست قضية وطنية فقط وإنما أصبحت قضية الإنسانية جميعها نحن نشاهد أنها تكون مطروحة على المجلس الأمن في الأيام القادمة وهناك تحرك أمريكي وتحرك أوروبي كيف تفسر سيدة عثمان هذا التحرك الأوروبي والأمريكي ملفت يعني أن يكون هناك حديث من الاتحاد الأوروبي ومن الأمريكيين بأنه لا يجوز هدم هذه المنطقة وكأن هناك تحذير لإسرائيل من عمليات ترانسفير وهذا ما يقلق إسرائيل كيف تفسر هذا الموقف الأمريكي والأوروبي أنا في تقديري هناك عدة أسباب جعلت هناك تحرك عالمي وتحديدا أوروبي وأمريكي أولا نحن الآن نعيش في ثورة التكنولوجيا والإعلام وأصبح العالم الآن يشاهد الجرائم الإسرائيلية على الأرض هذا جزء مهم جدا وأيضا هناك العديد من المؤسسات الأوروبية لتعمل على الأرض ومن ضمنها مناطق سوسيا والقريبة من السوطنات وهذه أيضا جعلت تؤثر في المواطن الغربي من حيث أنه يشعر بالرواية الإسرائيلية أنها رواية غير حقية ورواية كاذبة ومخادعة فلذلك الآن نحن نشهد كفلسطينيين تحرك عالمي هائل جدا خصوصا في موضوع المقاطعة المنطقة الإسرائيلية ومواقف مشابهة تدعم القضية الفلسطينية لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من صمود أهالينا في هذه المناطق وأيضا بحاجة إلى مزيد من الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم هؤلاء السكان وبحاجة إلى خلق برنامج اقتصادي مقاوم يدعم سكان هذه المناطق من أجل أن يبقوا على أرضهم هذا جميعه الوسائل تكون كأداء داغطة على المجتمع الدولي أن يتكلم عن قضايا حقوق الإنسان وقضايا حقوق هذا الشعب الذي يعيش الأمرين بسبب إجراءات المستوطنين على هذه المناطق ماذا تتوقع أن يحدث في المستقبل بما يتعلق بسوسيا هذه التحركات الدولية إلى أين ستصل بحسب تقديراتكم أستاذ عثمان هل المنظمات الدولية بالفعل قادرة أن تضغط على السلطات الإسرائيلية لكي تقف هذه الممارسات القمعية التشريدية بحق أهل سوسيا وبحق الفلسطينيين بشكل عام أنا في تقديري أنه يعني إسرائيل فيش إشي غريب عليها يعني نحن نتوقع الأسوأ نتوقع أن يكون هناك هجوم همجي على سوسيا وإزالة سوسيا بالقوة هذا متوقع ولكن نحن كفلسطينيين منتبهين إلى هذه النقطة من خلال تواجدنا على الأرض ومن خلال بعض المتحدثين الدوليين معنا وشك السؤال الآخر بخصوص الدوليين نعم إذا أرادوا الدوليين أن يكون هناك ضغط حقيقي على إسرائيل وإرادة سياسية حقية نعم تستطيع هذه الدول وهذه المساة الضغط على إسرائيل من أجل إعطاء الفلسطينيين حقهم وإن شاء الله نتمنى على هذه الدول أن تصل قراراتها إلى المشتوى السياسي الضاغط الحقيقي على إسرائيل من أجل إنهاء هذا الاحتلال يعني ملفت أنهم يتحدثون عن ترانسفير وهذه ليست كلمة سهلة يعني توصيف الترانسفير يعني تنفيذ سياسة ترانسفير قصري وهدم بيوت وتهجير سكان فلسطينيين هذه ورقة قوة بيد الفلسطينيين عليهم أم يستغلوها أستاذ عثمان صحيح نعم نعم أنا في تقديري أن الأوروبيين يعني هم ناس نعرف أنهم بنادوا بحقوق الإنسان ولكن أنا في تقديري الموقف عندما يتعلق بالفلسطينيين تختلف الأمور ولكن نحن كشعب فلسطيني نطالب أصدقائنا الأوروبيين والدوليين من خلال بناء شبكات تضامن دولي واسعة بأن يكون هناك ضغط حقيقي على إسرائيل وليس ضغط خجول وأوروبا وأمريكا إذا أرادت أن تضغط لديها الوسائل الكثيرة من خلال العلاقات الدولمسية والعلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية والعلاقات الجامعات يعني تستطيع بالفعل خلق ورقة ضغطة على إسرائيل لإنهاء هذه الاحتلالات وأيضا الجانب الأوروبي أيضا هو يعاني من إسرائيل لأن المشاريع التي تضعها المؤسسات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي في المناطق جميعها تدمرها إسرائيل فعلى الأقل هذه الدول يجب أن تضغط من أجل أن تحمي مشاريعها في هذه المناطق أشكرك سيد عثمان أبو سبحار خبيل في شؤون الاستيطان والناشط في المبادرة الوطنية الفلسطينية كنت معنا من الخليل شكرا جزيلا لك وصلنا للفقرة الأخيرة من خلف الجدار حيث أطلق مجموعة من الشبان الفلسطينيين وبدعم من عدد من العرب داخل الدول العربية وخارجها حملت أحكيها صح أحكيها بالفلسطيني التي تهدف إلى التعريف الصحيح بالأحداث والمصطلحات الخاصة بالشعب الفلسطيني وقضيته مصطلحات وأحداث وأماكن تم تغييرها عمدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكي تضيع حقوق هذا الشعب وقد وجدت هذه الحملة رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعية كان عبر الفيسبوك أو تويتر أو الإنستغرام حيث تم نشر مجموعة من الصور نستطيع أن نستعرض بعض منها الآن هي صور بالألوان متعددة وتم الكتابة عليها بالعديد من العبارات التي يجب بحسب القائمين على الحملة أن يتم ذكرها بالشكل الصحيح وذلك حفاظا على الحقوق من بين العبارات التي تم تداولها ضمن هذه الحملة التسمية الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي فالاسم الصحيح هو جيش الاحتلال وليس طبعا جيش الدفاع الإسرائيلي كذلك العبارة الصحيحة بالجدار الفلسطيني هو جدار الضم والتهجير وليس جدار الفاصل اسمها فلسطين مش إسرائيل أحكيها صح ربما هذه أكثر مشكلة أو أكثر ما نسمعه في العالم العربي حتى بالنسبة للخريطة اسمها فلسطين من البحر لم نهر مش 48 ولا ضفي ولا غزة كما هم قالوا اسمهم عرب فلسطين مش عرب إسرائيل مثلا كما نشاهد هنا اسمي فلسطيني مش ضفاوي ولا غزاوي وهي طبعا في محاولة لتحدي التقسيم والتفرقة الذي توريد إسرائيل أن تقوم به اسمها القدس المحتلة مش القدس الشرقية ولا الغربية اسمه جيش الأحتلال كما سبق وذكرنا مش جيش دفاع إسرائيل إذن حملة ملفتة جدا في الواقع مهمة جدا في الواقع للحفاظ على الوعي الحفاظ على الذاكرة الحفاظ على التاريخ على الحقوق الفلسطينية في وجه آلة التشويه التي تعتمدها إسرائيل لا أدري إذا كنا أيضا نشاهد هذه أيضا ملفتة اسمه كيان صهيوني مش إسرائيل في إطار التشديد على هذه المصطلحات اسمه حاجز مش معبر إذن هذه كانت الفقرة الأخيرة أو الخبر الأخير الذي حببنا أن نختم به خلف الجدار لحلقة هذا الأسبوع نتمنى أن يكون ربما هناك واعي من خلال هذه الحملة ينتشر أكثر خصوصا في أوساط الشباب العربي حفاظا إذن على هذه الذاكرة والحقوق والتاريخ الحقيقي إلى هنا نصل إلى ختام خلف الجدار لهذا الأسبوع بإمكانكم التواصل معنا عبر هذه العنامين التي تظهر على الشاشة عبر مواقع التواصل فيسبوك تويتر وأيضا عبر الإيميل شكرا لمتابعتكم مشاهدين نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة